بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمرين رقم ثلاثة حول درس التناسبية لمستوى السنة الثانية ايدادي الموصف الدراسي 2019-2020 وحسوب إكس ويغاي إذا علمت أن الأجنو الأسفل يمثل وضعية تناسبية يلا أنقل التمرين في دفتر التمرين ثم أنجزه سننتقيه بعد قليل لتصحيحه معا يلا نبدأ الجغب لنحسب إكس ويغاي عندنا الجدول السابق يمثل وضعية تناسبية يعني ماذا؟ بطريقة مرياضية يعني ماذا؟ نعم يعني أن ناقص 9 على 36 تساوي إكس على ناقص 48 تساوي 31 على إيران ثم نبسط ناقص 9 على 36 تساوي إكس على ناقص 48 تساوي 31 على إيران من هنا سنستخلص معادلتين المعادلة الأولى هي أن إكس على ناقص 48 تساوي ناقص 1 على 4 والتانية أن 31 على إيران تساوي ناقص 1 على 4 وهنا سنطبق واحدة خاصية لتستعملها باستمرار وشنها تفادي الدرس؟ جداء طرفي التناسب يساوي جداء وسطي التناسب جداء طرفي التناسب يساوي جداء وسطي التناسب يعني إكس في أربعة أي أربعة إكس تساوي ناقص 1 في ناقص 8 وأربعة هذا نبسط من البعث والخرة 31 في أربعة تساوي إيقاك في ناقص 1 ونبدأ بديك إيقاك في ناقص 1 من الأحسن حيث حنا مولفين المجهولة يكون في اليسر باش يساعدنا بسهولة على إيجاد الحل يعني أربعة إكس تساوي ناقص 1 في ناقص 48 أي 48 ناقص مع ناقص تعطينا زائد أخرى إيقاك في ناقص واحد أي ناقص إيقاك تساوي 124 يعني إكس تساوي 48 على 4 و هنا غد نضرب الطرفين في ناقص واحد باش نزولوا ناقص الملتصقة بإيقاك بتوليدنا إيقاك تساوي ناقص واحد في 124 أي ناقص 124 ثم نواصل يعني إكس تساوي ونختزله بأربعة بتعطينا 12 وهنا غد نخليه إيقاك راوس تصنلها هي هذه النتيجة إذن وجدنا إكس ووجدنا إيقاك انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو إعدادية برج زيتون مراكوش إلى اللقاء موسيقى